أعلنت سفارة مصر بفييننا أنها حصلت على أحدث أجهزة للتشخيص المبكر لفيروس كورونا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا وصرح سفير مصر في فييننا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير عمر عامر أن تلك الأجهزة يمكنها التشخيص المبكر للفيروس ومتابعة تطور حالة المرضى وذلك دون أن تتحمل مصر أي تكلفة مادية اشتركوا في القناة